السلام عليكم اهلا بكم متابعين الكرام ومتابعي كورس المونتاج من الصفر حتى الاحتراف معاكم عبد الرازق مجاتا وهنتعرف مع بعض النهاردة ازاي تعمل مشروع جديد على البريمير وهنتعرف مع بعض على الانترفيس الخاص ببرنامج البريمير قبل ما نبدأ درس النهاردة لو دي او مرة تزور القناة يريد تشترك في القناة وادفع على سر الجرس عشان يجي لك كل الدروس ومحاضرات الجديدة اول درسي لنا في سلسلة الجديدة وهنشتغل على برنامج بريمير 2018 طبعا بالنسبة في عندي اللي هي ال الاساسية او القوائم الموجودة على البريمير هنبدأ ان احنا الوقت نكريت مشروع المشروع ده اللي هو بيبقى فيه مجموعة كبيرة جدا مسلا انت عايز تعمل لانت او انت عايز تعمل مسلا فيلم قصير او انت عايز تعمل اغنية او عايز تعمل اي حاجة لازم تفتح لاول المشروع اول حاجة من قيمة فايل دي هنبدأ نعمل نيو وبعدين هنبدأ نعمل نبدأ نكريت المشروع بتاعنا بيبدأ يقول لك الوقتي اسم المشروع اللي انت هتشتغل عليه ايه هنبدأ نقول له اسم المشروع مسلا اللي هو الدرس الاول مسلا وبعدين هيقول لك نتيجة تقول له مسلا اي حاجة تبدأ تكريت اي حاجة مسلا اخبار بروم اي حاجة انت محتاج ان انت تقول له براوز وبعدين انت تبدأ تختار الفولدر اللي انت محتاجه مبدئيا هنخلي الحاجات اللي هي الموجودة دي أساسية لحده هنرجع لها ان شاء الله بعد كده بحيث ان احنا هنبدأ نشرح التفاصيل والمسميات علشان الناس الجديدة في المجال مجرد ان انا اقول له كده هبدأ اقول له اوكي هيبدأ يكاريتلي الوقتي المشروع بتاعنا المشروع على البرمير بيبدأ ينقسم او شكل الانترفيس بتاع البرنامج بتبقى فيه اربع قوايم زي ما احنا شايفين كده واربع مربعات اول حاجة هو السورس وبعدين فيه عند البروجرام وبعدين فيه عند البروجيكت والتايملاين كل حاجة من دول دي بيبقى لها تفاصيل ازاي الفيديو بتاعنا الرئيس اللي احنا هناخد منه ويبقى هنا وبعدين الفيديو اللي هيظهر للجمهور هنا والتايملاين ده اللي انا ببدأ ايديت وحطه فيه المزيكة بتاعتي وحط فيه كل حاجة موجودة هنا وبعدين عندي البروجيكت ده كل الفيالات اللي انا بنادي عليها بنادي عليها في المكان ده وكل ايكونز من الحاجات الموجودة دي هنشرحها ان شاء الله بالتفصيل في الدروس اللي جاية طبعا عندي هنا القائم اللي موجودة دي كلها هنوضحها في الدروس اللي جاية واحدة واحدة ان شاء الله وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس النهاردة لو دي اول مرة زر القناة ياريت تشترك في القناة وادفع على زر الجرس عشان يجي لك كل دروس المحاضرات الجديدة ولو انت مهتمي بعالم الجرافيكس ومعالم المونتاج الاحترافي ممكن تبص بص على القائم التشغيل عندي او البلاي لست عندي على القناة كان معكم عبد الرزق مغاية نشوفكم في درس جديد وموضوع جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته